أكدت الخارجية الأمريكية أن محادثات الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا ستنطلق الأربعاء المقبل في العاصمة السوسرية جينيف وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هذا الاجتماع بمثابة متابعة للتزام بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلادامير بوتن بإجراء حوار مدروس وقوي بين الدولتين بهدف وضع أسس تدابير الحد من الأسلحة والحد من المخاطر في المستقبل وأوضحت أن نائبة وزير الخارجية سترأس الوفد الأمريكي المشارك في المحادثات إضافة إلى السفيرة بوني جينكيز وكيلة الوزراء لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي وكان بايدن وبوتن قد اتفق على إطلاق هذه المحادثات خلال قمتهم في وقت سابق من هذا العام ترجمة نانسي قنقر